تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله بإنشاء كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية بدأت الأمانة العامة للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم باستقبال الطلبة الراغبين في التسجيل لهذه الكلية لدراسة برنامج البكالوريوس في الشريعة والعلوم الإسلامية من خريجي العام الدراسي 2018-2019 من المعهدين الديني والجعفري ومن المدارس الحكومية والخاصة الذين لا تقل معدلاتهم التراكمية عن 80% أو ما يعادلها حيث قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بزيارة تفقدية إلى مقر التسجيل في صالة الوزارة بمدينة عيسى التقى خلالها عددا من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم واطمأن على سير عملية التسجيل في هذه الكلية التي تهدف إلى أعداد خريجين متمكنين في مجالات القضاء الشرعي والإجراءات الشرعية إضافة إلى العلوم الشرعية والصيرفة الإسلامية من خلال برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة وبهذه المناسبة أكدى الوزير أن كلية عبدالله بن خالد الدراسات الإسلامية التي ستفتتح مع بداية العام الدراسي القادم تشكل إضافة كبيرة لمسيرة التعليم العالي في البحرين مشيرا إلى أن الوزارة قامت باتخاذ كافة السبلي لتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه الكلية التي تطبق منهجا متطورا يؤكد على سماحة الإسلام ويعزز الروح الوطنية لدى منتسبها ويساهم في إمدادهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للارتقاء بالمخرجات التعليمية الجدير بالذكر أن فترة التسجيل للالتحاق بكلية عبدالله بن خالد الدراسات الإسلامية تستمر حتى الخميس الموافق للخميس والعشرين من يوليو الجاري في صالة الوزارة بمدينة عيسى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا تنفيذا لتوجهات سيدي حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتأسيس هذه الكلية التي سوف تشكل إضافة كبيرة إلى مسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين لقد تم اتخاذ كافة الإجراءات من حيث تهيئة الظروف المناسبة سواء على صعيد المنهج سواء على صعيد الطلبة واختيارهم بحيث يشكلون إضافة إلى مخرجات التعليم في مملكة البحرين وهذه الكلية نأمل بعون الله تعالى أن تسهم في تعزيز روح الأسرة الواحدة في مملكة البحرين وأن يكون خريجة يملك كل المقومات التي تتناسب ومتطلبات القرن الواحد والعشرين من حيث المعرفة والمهارة تخدم طلاب المعهد الديني بشكل خاص وتخدم حفظة القرآن الكريم لأنني أنا صراحتها من حفظة القرآن الكريم ومن مني شاركهم في سابق جلالة الملك حمد حفظ الله ورعاه وأنا أشكر جلالة الملك حمد على أمر إنشاء هذه الكلية طبعا طباعنا على فتاح هذه الكلية رفيعة الشن كلية عبد الله بن خالد طباع جيد جدا والسعادة تغمر قلوبنا بهذا الافتتاح الأمر السامن لجلالة الملك حمد بن عيسى كان مهم جدا للتنوع الثقافي والحضاري والديني في مملكة البحرين وكان وجه بوصلة التسامح والتعايش في المملكة وإن شاء الله يكون بذرة حق نمو هذا النوع من الإنجازات طبعا أنا ويد سعيدة بافتتاح بمثل هذه الكلية اللي تشمل التخصصات اللي كنا ننتظرها أن نلاقيها في كلية واحدة وطبعا ما صدقت أن نفتحوها فسيدة قدمت لأن كل واحدة أحس له هدف وحس أنا هدفي أن أنا أكون في هذه المجال وأقدر أوصل رسالتي في هذه المجال